بعد سبت أسود ملأ فيه العنف العاصمة الفرنسية باريس لم يجد الرئيس إيمانويل ماكرون بدا من فتح باب الحوار مع السطرات الصفر التي تجاوزت كل الحدود وألحقت أضرارا جسيمة بقوس النصر الذي يعتبر من أبرز الرموز الوطنية في فرنسا وسط عمليات نهب وتدمير طال التمثال نابليون بونابارت وبالفعل بدأ ماكرون اجتماعا طارئا لأعضاء حكومته طالبا من رئيس الوزراء اجراء محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية وممثلي المحتجين والواضح من خلال اجتماع ماكرون الذي بنا قسما من سمعته السياسية على قدرته على تطبيق الإصلاحات أنه لن يتراجع عن فرض الضرائب خلافا لأسلافه كما قال من جانبها دعت أحزاب المعارضة الفرنسية إلى تراجع الحكومة عن قرار زيادة ضرائب الوقود المتوقع دخوله حيز التنفيذ في بداية كانون الثاني المقبل ولم تقف عند ذلك فقط حيث ذهبت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف بعيدا واخترحت حل الحكومة الفرنسية وإجراء انتخابات مبكرة دون انتظار عام 2022 لكن الإجراء الأقسى بالنسبة لماكرون هو دعوة فرانسو أسيلينو رئيس الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى مقترح غير مسبوق تنص عليه المادة الثامنة والستون من الدستور الفرنسي ويقضي بعزل الرئيس من قبل البرلمان وهو ما يضع مستقبل ماكرون على المحك دعوات يبدو أنها في حسابات حركة السطرات الصفر التي تظهر كأول تنظيم في فرنسا منذ ثورة الطلاب التي حدثت سنة 1968 وعصفت بالبلاد لتحدث مراجعات عميقة لكن المختلفة في هذه الحركة كونها من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط من المواطنين الرافضين للتوجهات الليبرالية والسياسة المالية التي تعبت من شكل التبعية الأوروبية لأمريكا ووضعتها في أزمة مالية قد تؤدي لانتقال هذه الحركة وتشعل معها عددا من العواصم الأوروبية الأخرى اشتركوا في القناة